على وقع تجدد المعارك في مدينة الخديدة جريفث يصل إلى العاصمة صنعاء لدفع جهود استناف محادثات السلام مجلس الأمن الدولي يبحث اليوم سلاح حزب الله أسابيع بعد اتهام جوترس الحزب بأنه قادر على جر لبنان إلى الحرب العمال في الأحواز يستمرون بالاحتجاج ضد سياسات النظام الإيراني وتأخير سداد مستحقاتهم موسيقى مشرة الحرة الآن من واشنطن أهلا بكم في اليمن ولليلة الثانية على التوالي اندلعت اشتباكات عنيفة في مدينة الحديدة بعيدة منتصف الليل وأفاد شهود عيان بأن المواجهات تركزت في الأحياء الجنوبية للحديدة وبعد هدوء عم جبهات القتال خلال نهار أمس إثر اشتباكات ليلية عنيفة شهدتها المدينة المطلة على البحر الأحمر ليلة الاثنين وكانت الأولى منذ توقف المعارك تماما قبل نحو أسبوع تجددت المعارك ليلة ثلاثاء الأربعاء وفق ما أفاد سكان ومراسلة وكالة الأنباء الفرنسية سياسيا تتواصل في أروقة مجلس الأمن المشاورات المغلقة على مشروع القرار البريطاني بشأن النزاع وفيه تدعو لندن إلى هدنة فورية في مدينة الحديدة وتحديد مهلة أسبوعين للمتحاربين لإيصال المساعدات إلى المدنيين إلى ذلك وصل اليوم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتين جريفث إلى العاصمة صنعاء ومن المقرر أن يجري جريفث محادثات مع عدد من قادة الحوثيين في صنعاء لبحث فرص عقد مفاوضات سلام في السويد قبل نهاية العامة تنهي الحرب المستمرة منذ عدة سنوات والتي قتل فيها الآلاف للليلة الثانية على التوالي تستمر الاشتباكات في مدينة الحديدة بين القوات الموالية للحكومة وجماعة الحوثيين تصعيد يأتي قبل ساعات من زيارة المبعوث الأممي مارتين جريفث إلى صنعاء في محاولة لعقد مفاوضات سلام بين الطرفين الاشتباكات جاءت بعد هدوء النسبي شهدته المدينة قبل نحو أسبوع فيما عادت وعلت أصوات الرصاص والقذائف مرة أخرى في الأحياء الجنوبية والشرقية للحديدة وذلك بحسب ما أفاد السكان المحليون وبعد حصوله على تأكيد رسمي من الحكومة المعترف بها دوليا بحضور مؤتمر ستوك هولم سيسعى جريفث في العاصمة الخاضعة لسيطرة المتمردين لأعداد خريطة طريق لمشاركة الحوثيين في المحادثات المعارك في الحديدة كانت قد اشتدت في بداية نوفمبر الماضي قبل أن توقف القوات الحكومية بحسب قادة ميدانيين على الأرض محاولة تقدمها في المدينة في ظل دعوات دولية لوقف إطلاق النار نبقى في اليمن حيث شاركت أعداد كبيرة في صنعاء وخمس محافظات أخرى تحت سيطرة الحوثيين باحتفال جماهري بمناسبة المولد النبوي الشريف يأتي ذلك وسط اتهامات للجماعة باستغلال المناسبة لتحقيق أغراض سياسية حشود غفيرة من أبناء وقبائل طوق الصنعاء تجمعة مهرجان جماهيري إحياء للمولد النبوي في صنعاء وأكثر من خمس محافظات يمنية أخرى واقعة تحت سيطرة أنصار الله الحوثيين من بينها الحديدة وتعز وصعدة والجوف حضرنا من محافظات عمران من أجل الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل يجمع كلمة الأمة ويوحدنا على المحبة البيضة حضرنا إلى هنا لنثبت للعالم أننا ما زلنا متمسكين وسنظل بمنهج رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول منتقدو هذه الاحتفالية إن أنصار الله الحوثيين يوظفون هذه المناسبة سياسيا من ناحيتهم يعتبر أنصار الله الحوثيين المشاركة الواسعة في هذه الاحتفالات دليلا على ما أسموه تماسك الجبهة الداخلية خلال سنوات الحرب بوجه ما يعتبرونه عدوانا على بلادهم حضرنا في هذه الساحة تعطي رسالة للأعداء أن شعبنا اليمني العزيز سيكون مهما طال أمد العدوان أنكم ستذوبون شعبنا اليمني في توجه واحد وسيتحرك في موقف واحد لمقاتلتكم ويعطي رسالة أيضا للأعداء أنه كلما طال أمد الحرب كان حضورنا الجماهيري الواسع والكبير في الميدان أكثر وأكبر من أي سنة ومن أي وقت مضى وقد دعا زعيم أنصار الله عبد الملك الحوثي في هذه المناسبة إلى التمسك بحق اليمنيين بالدفاع عن أنفسهم والاستعداد للسلام العادل والشامل على حد تعبيره هذه الطريقة الحاشدة والجماهيرية للاحتفاء بالمولد النبوي الشريف جاءت بعد أن ظهرت جماعة أنصار الله الحوثيين الذين يقولون إنهم يريدون جمع اليمنيين بشكل قوي على نهج ومحبة والاقتداء بالرسول فيما يتهمهم قصومهم بأنهم يقيمون المناسبة بهذه الطريقة لاستغلالها سياسيا وإضارة حجم وشعبية الجماعة مختار الشرفي الحرة الصنعاء مشاهدين قبل أن نكمل باقي مواضيع النشر نستعرض الآن موجزا سريعا لأهم الأنباء الولايات المتحدة تدرج شبكة من الشركات الروسية والإيرانية على قائمة سوداء دولية لقيامها بشحن النفط إلى سوريا في خرق للعقوبات الأمريكية الدول الأعضاء في منظمة الشرطة الدولية أنتر بول تنتخب في اجتماعها في دبي الكوري الجنوبي كيم جونج يونج اليوم ليكون رئيسها المقبل فريق المحامين العاملين مع الرئيس الأمريكي يؤكد أن ترامب سلم جوبته مكتوبة للمحقق الخاص في قضية التدخل الروسي في الانتخابات روبرت مولر رئيس الأمريكي دونالد ترامب يطالب الاحتياط الفيدرالي بخفض معدل الفائد الأساسي الذي يكبح برأيه نمو أكبر اقتصاد في العالم وسائل إعلام يابانية تفيد اليوم بأن محكمة توكيو وافقت على تمديد الحجز الاحتياطي لرئيس مجلس إدارة تحالف رينو نيسا يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة لبحث المعطيات التي طرحتها إسرائيل بخصوص وجود مخازن لأسلحة تابعة لحزب الله في بيروت وعدد من المناطق اللبنانية ويرى مراقبون أنه بغض النظر عن صحة وجود هذه المخازن التي تحدثت عنها إسرائيل فإن السلاح غير الشرعي للحزب يشكل تهديدا حقيقيا ليس فقط على المنطقة بل وعلى لبنان نفسه وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوترس قبل أسابيع من أن حزب الله قادر على جر بلاده إلى الحرب داعيا إلى نزع سلاحه يستمر العمال في مدينة الأحواز الإيرانية بالتظاهر احتجاجا على الفساد وقمع النظام مطالبين بصرف مستحقاتهم المتأخرة منذ عدة أشهر هذه غضبة العمال الأحوازيين أمام المصرف الوطني الإيراني بين حين وآخر يخرج المتظاهرون بمطالب دافعها الفقر والبطال والفساد هنا ينظر النظام الإيراني لهذا الحراك على أنه إثارة للشغب ومن خلفه يقف المندسون كما يصفهم والحقيقة أن شوارع الأحواز لا تكاد تهدأ حتى تشتعل من جديد بمطالب متكررة لا تلقي لها السلطات بالا مطالب تتراوح بين الدعوة إلى وقف التمييز وبين مسيرات تواكب حراكات الإيرانيين من قوميات ومناطق مختلفة وبين اعتراضات على ما يعتبرونه عنصرية رسمية ضد العرب مثل إساءات القنوات الرسمية لهم أو إنكارها لتاريخ الأحوازيين بمرور الوقت تأخذ هذه المطالب سياقات سياسية تصبح فيما بعد شعارات أكثر جرأة في تحدي النظام لعل ما يعكس ذلك شعار لم يعد السجن والتهديد يؤثر الذي حمله عمال مصنع قصب السكر المضربون عن العمل منذ أسبوعين غير أبهين بإجراءات النظام القمعية ربما لن تكون هذه الاحتجاجات هي الأخيرة في الأحواز لكن الصمت الدولي المريب حيال هذا الحراك يثير تساؤلات حول سيناريوهات التي ترسم مستقبل الاحتجاجات في هذا الإقليم نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل رغم مساعا لإقالتها تيريزيني تبحث في بروكسل اليوم تسوية النقاط العالقة في اتفاق البريزين ابقوا مر أهلا بكم من جديد قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ما لا يقل عن 25 عنصرا من مسلحي تنظيم داعش قتلوا في قصف من التحالف على الجيب الأخير الخاضع لسيطرة التنظيم في ريف دير الزور الشرقي وعضف المرصد أن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف دمرت عربة مفخخة للتنظيم قبل وصولها إلى حقل التنك النفطي على الضفاف الشرقية لنهر الفرات كما أفاد المرصد أن قتل وجرح سقطوا من قوات سوريا الديمقراطية جراء استهداف حاجز عسكري لهم بريف دير الزور الشرقي وفي سياق متصل أكد المرصد السوري أن ما لا يقل عن عنصرا واحد من القوات النظامية قتل وأصيب آخرون في قصف من مسلحي المعارضة لمنطقة جبل التركمان بريف اللاذقية كما أفاد المرصد أن عدة قدائف سقطت على أحياء مدينة حلب الخاضعة لسيطرة القوات النظامية دون ورود معلومات عن إصابات فيما ردت القوات النظامية على القصف بقصف مواقع المعارضة في مناطق الهدنة بأرياف حلب وحمى وإدلب وإلى ليبيا حيث أجبر خفر السواحل الليبي بالقوة مهاجرين غير شرعيين على إخلاء سفينة شحن أنقذتهم بينما كان قاربهم على وشك الغرق قبل أن ترسوا بميناء مصراته وقال قائد في خفر السواحل الليبي أنهم استخدموا الرصاص المططي والغاز المسيل للدموع لإجبار نحو ثمانين مهاجرا غير شرعي على إخلاء السفينة بعد رفضهم النزول منها مشيرا إلى أن الحادث أسفر عن إصابات بين صفوف المهاجرين نقلوا لتلقي العلاج وقد عبرت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الحادث فيما طالبت منظمة هيومن رايتس ووش بالتحقيق بالحادث في القارة الأوروبية تتوجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى بروكسل اليوم لتسوية آخر النقاط العالقة بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي قبل خمسة أشهر من الموعد المحدد لذلك ويستقبل رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر مي التي تواجه مشاكل في حكومتها بسبب إدارتها ملف بريكزيت وذلك قبل القمة الخاصة التي سيحضرها قادة الاتحاد الأوروبي الأحد القادم وسيبحث يونكر ومي إطار العلاقات المقبلة بين لندن والاتحاد الأوروبي الذي يفترض أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأنه بين الطرفين لإنهاء مفاوضات معقدة غير مسبوقة بدأت في شهر يونيو 2017 وفي آخر مسجدات قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جميع الحقائق المحيطة بمقتل خاشقجي قد لا تعرف أبداً إلا أنه أشار إلى أن الأجهزة الاستخباراتية تواصل تقويم كل المعلومات المتعلقة بذلك ترامب قال إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من الممكن جداً أن يكون على علم بالجريمة المأسوية لمقتل خاشقجي لكنه شدد في الوقت ذاته على أن واشنطن ستظل شريكاً راسخاً للسعودية وأن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تقطع علاقاتها مع السعودية وتتخلى عن صفقات بمئات المليارات من الدولارات وقال ترامب إنه لن يدمر الاقتصاد العالمي بالتشدد تجاه السعودية في قضية مقتل خاشقجي وضف أن للكونغرس الحرية في اتخاذ موقف مخالف إزاء السعودية وأنه سيدرس الآراء التي سيطرحها أعضاؤه شرطة وفقها مع أمن واشنطن بالنسبة لي المسألة تتعلق بأمريكا أولاً لن نتخلى عن مئات المليارات من الدولارات لروسيا والصين الأمر بالنسبة لي ببساطة هو مصلحة أمريكا أولاً لو قطعنا علاقتنا مع السعودية فإن أسعار النفط سترتفع السعودية ستساعدنا على الحفاظ عليها منخفضة إنني أود أن أرى أسعار النفط وقد انقفضت عما هي عليه الآن بالنسبة لي أيضاً المعادلة بسيطة جداً وهي لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى وإذا تخلينا عن السعودية فسيكون خطأاً جسيماً من جهته دفع وزير الخارجية الأمريكي مايك بمبيو عن موقف ترامب وقال أن الولايات المتحدة وجهت رداً قوياً حتى الآن مضيفاً أنه عندما تتوفر معلومات بشأن مقتل خاشقجي فإن السلطات الأمريكية ستتصرف بموجبها إنه عالم شرير وسيء لكن هناك مصالح أمريكية مهمة منها حماية الشعب الأمريكي الأمريكيون ليسوا هنا فقط إنما من يسافرون ويعملون في الشرق الأوسط هذا التزام الرئيس وواجب وزارة الخارجية الرئيس قال إن الولايات المتحدة ستستمر بالعلاقات مع السعودية وهي شريك نهم لنا وسنفعل هذا مع المملكة العربية السعودية وهذا الالتزام هو الذي قطعه الرئيس على نفسه لقد خصصنا موارد هائلة لاستبيان حقيقة مقتل جمال خاشقجي الولايات المتحدة اتخذت رد فعل قوي من خلال فرضها عقوبات على 17 شخصا مرتبطين بالحادث غير أننا في الوقت عينه ملتزمون بالتأكد من إعلاء مصالح الأمن القومي الأمريكي في أي إجراء قد نتخذه طالب زعيماء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي أمس الثلاثة بأن تدرس إدارة الرئيس ترامب إن كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولا عن قتل الصحفي جمال خاشقجي الشهر الماضي وبعث سنتر الجمهوري بوب كوركر وسنتر الديمقراطي بوب منندز رسالة لترامب بتفعيل بند في قانون منجسكي الدولي للمحاسبة في قضايا حقوق الإنسان يلزم الرئيس بتحديد إن كان إن كان أجنبي مسؤول عن انتهاك لحقوق الإنسان وفي سياق المتصل أكد وزير الخارجية التركي مولود تاوش أوغلو بعد لقاء نظيره الأمريكي في أنقرة أنه غير راض بشكل كامل عن مستوى التعاون السعودي في التحقيق بمقتل خاشقجي وأضاف أن بلده قد تطلب تحقيقا رسميا من الأمم المتحدة في القضية إذا وصل التعاون مع السعودية إلى طريق مسدود وأكد تاوش أوغلو أن من أصدر الأمر بقتل خاشقجي يجب أن يحاسب كائنا من كان فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تسعة أفراد وكينات من إيران وسوريا وروسيا بتهمة المشاركة في شبكة معقدة سمحت لإيران ببيع النفط لسوريا التي شاركت في المقابل في تمويل حركة حماس وحركة حزب الله اللبنانية وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن هذه التدبير توجه رسالة واضحة لكل من يحاول انتهاك العقوبات على إيران الولايات المتحدة أقرت عقوبات على شبكة عالمية يستخدمها النظام الإيراني وروسيا لتزويد الحكومة السورية بالملايين من براميل النفط مقابل ذلك يسهل النظام السوري نقل المئات من ملايين الدولارات إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الذي يحوله بدوره إلى منظمات إرهابية كحماس وحزب الله الولايات المتحدة وعبر جهودها المستمرة لن تسمح بازدهار هذه الصفقات الوسخة ولن يسمح لإيران باستغلال النظام المالي العالمي وإقفاء منابع عائدات تستخدمها في تمويل نشاطات إرهابية ومساعدة ميليشيات طائفية وانتهاك حقوق شعوب وتهديد استقرار المنطقة جدد المبعوث الأمريكي الرئاسي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري مطالب واشنطن بضرورة انسحاب كل القوات الأجنبية من هذا البلد جيفري الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقده عبر الهاتف أكد أن انسحاب القوات الأجنبية من سوريا لا يشمل القوات الروسية في قاعدتين حميمين وترطوز لأنهما كانت قائمتين قبل اندلاع الأزمة في البلاد عام 2011 وتنتشر في أراضي سوريا قوات الحرس الثوري الإيراني والميليشيات الأجنبية التابعة وكذلك قوات تركية في الشمال فضلا عن تواجد عسكري روسي يتركز في الساحل السوري في ملف آخر يدرس رئيس الأمريكي دونالد ترامب منح صلاحيات إضافية لقواته المرابطة قرب الحدود مع المكسيك والتي يتجاوز عددها خمسة ألاف عسكري يتزامن ذلك مع وصول آلاف المهاجرين إلى بلدة تيخوانا القريبة من الحدود مع ولاية كاليفورنيا ووفق وزارة الأمن الوطني فإن عددا من أفراد القافلة يعدون خططا للتوغل إلى داخل الأراضي الأمريكية الحدود المشتركة بين الولايات المتحدة والمكسيك والتي تمتد لأكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر أصبحت منذ عقود معبرا لآلاف المهاجرين غير الشرعيين ممن تقطعت بهم سبل الحياة بالإضافة إلى شحنات الأسلحة وصفقات المخدرات منذ خمسة أسابيع توجهت قافلة من المهاجرين معظمهم من هندراس قوامها خمسة آلاف وخمسمائة شخص من جميع الأعمار باتجاه هذه الحدود وقد وصل نصفهم إلى مدينة تيخوانا المكسيكية قرب الحدود الجنوبية لولاية كاليفورنيا غربية الولايات المتحدة ومع اقتراب هؤلاء الآلاف من الحدود وضعت السلطات الأمريكية الحواجز المعدنية والإسمنتية وشبكات الأسلاك الشائكة على جانبي معبر مهم على الحدود مع المكسيك للحيلولة دون دخول القافلة الأراضي الأمريكية كما وقع الرئيس الأمريكي مرسوما يسمح برفض تلقائي لطلبات اللجوء التي يقدمها مهاجرون عبر الحدود مع المكسيك بشكل غير قانوني والذين سيتم ترحيلهم بشكل تلقائي أيضا ونقل التقارير الإعلامية عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن ترامب بصدد منح القوات العسكرية المنتشرة على الحدود صلاحيات جديدة بمواجهة كل مهاجر يلجأ إلى العنف لعبور الحدود وأضافت مصادر قريبة من هذه الخطة المرتقبة أن الصلاحيات تشمل أيضا حماية الممتلكات والمباني الحكومية حتى هذه اللحظة لم تخول القوات العسكرية التي انتشرت قرب الحدود مع المكسيك والتي يبلغ عددها نحو سبعة ألاف جندي لم تخول بالتدخل العسكري لدعم وحدات حرس الحدود يأتي ذلك بينما أعلن مسؤولون في وزارة الأمن الوطني بأن الوزارة بدأت بجمع معلومات من مصادر متعددة بما في ذلك مسؤولون في الحكومة المكسيكية بخصوص وجود تحرك على شكل أفراد أو مجموعات تستعد للتوغل إلى داخل الأراضي الأمريكية عبر موانئ كاليفورنيا بالاستفادة من طرق عبور وسائل النقل وتعكف وزارة الدفاع الأمريكية منذ أيام عدة على التوصل إلى صيغة تدخل القوات العسكرية لحماية حرس الحدود في حال تعرض الأخير الاعتداء ومن المتوقع أن يدخل البنتاجون وقيادة قوات المنطقة الشمالية تعديلا على الضوابط التي تنظم استخدام القوة في المهمات الحدودية وثمت اتفاق على أن التعديل لن يتناول تغييرا لصلاحيات القوات في استخدام القوة مع من يعبر الحدود دافع رئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة عن استخدام ابنته إيفانكا حسابا بريديا إلكترونيا خاصا في مراسلات رسمية واعتبر ترامب أنه ما من مجال للمقارنة بين ما فعلته ابنته وما فعلته هيلاري كلينتون التي ارتكبت الخطأ نفسه أثناء توليها وزارة الخارجية وقال ترامب للصحفيين في حديقة البيت الأبيض لم تحصل أي عملية حذف لأي رسالة إلكترونية خلافا لكلينتون بأنغام أندولوسية صوفية تمزج بين أكثر من موروث الوثقافة في غرب المتوسط شارك الفنان البريطاني علي كلر الطلبة المسلمين في جامعة جورج واشنطن احتفالهم بالمولد النبوي الشريف ويعتبر علي كلر من أهم رواد الموسيقى الدينية بالأسلوب المبتكر الذي يعتمد الإقاع الأندلسي بآلات حديثة من مدينة غرناطة التاريخية في إسبانيا إلى واشنطن العاصمة الأمريكية نقلت فرقة الفردوسة الموسيقية بعض تفاصيل الفن الأندلسي في قلبه الديني الصوفي الحضر كان متفاعلا بشكل كبير كلمات علي كلر دينية إسلامية باللغة العربية في الأغلب وتستعيد أشعارا قديمة من مناطق إسبانيا الأندلسية والمغرب العربي والموريسيين في غرب المتوسط وحتى من تركيا العثبانية أما أنغام فرقة الفردوس ورئيسها علي كلر فهي أيضا استعادة لتراث قديم في منطقة غرب المتوسط من فلامينغو وسيلتيك وموريسك وعربي وغيرها ويقول القائمون على الفرقة إنهم دهشوا لنجاح جولتهم في مختلف مدن أمريكا من كمان إلى قانون وساكسوفون إلى الشيلو كل الألات مستعملة في أنغام علي كيلر والفردوس وهي بذلك تبتعد عما يعرف بالمدائح الدينية والابتهالات التي طالما اختصت بها الموسيقى الدينية الإسلامية قيل عن جولة فرقة الفردوس في الصحافة الأمريكية في زمن القلق ثمة موسيقى للإسلام أما علي كيلر فايد دافع عن الفن الموسيقي بكل ما يحتويه من آلات وأنغام ومتعة بالتأكيد نحن غير مرحب بنا في كل مكان الآن هناك بعض الانفتاح من حيث استعمال الآلات في الموسيقى الدينية بالتأكيد في تركيا الأمر محسوم منذ زمن بعيد بالنسبة لاستعمال الآلات والأمر نفسه في المغرب حيث لنا قاعدة كبيرة نحن لا نقدم عملنا للجميع أنت تعرف الصوت بحد ذاته آلة موسيقية كانت هذه أنغام موسيقية دينية صوفية بكثير من التحديث والعصرنة سواء في الكلمات الأنغام وحتى الآلات الموسيقية وذلك ما تعتمده فرقة الفردوس ذات الأعضاء المتعددي الجنسيات والأصول والثقفات والذين في النهاية يلتقون عند طريقة صوفية واحدة هي الطريقة الوزنية التي يوجد مقرها في مدينة فاس بالمغرب خليل بن طويلة الحرة من واشنطن أصدر رئيس الأمريكي دونالد ترامب عفوا رئاسيا عن ديكين روميين يحملان اسمي بازلا وجزر وذلك وفقا لتقليد سنوي تتميز به احتفالات عيد الشكر في الولايات المتحدة الدكان الروميان المحظوظان لهذه السنة أتيام مزرعة في ولاية ساوث داكوتا وسيقضيان بقية حياتهما بأمان في حديقة بجامعة فيرجينيا تيك بولاية فيرجينيا كثيرة هي مسؤوليات الرؤساء الأمريكيين وصلاحياتهم وقد لا يخطر على بال المتتبع لنشاطاتهم أن من أهم تلك الصلاحيات وأطرفها إصدار عفو رئاسي من نوع خاص إن عيد الشكر هو وقت تقاليد أمريكية عظيمة ونحن اليوم نواصل تقليدا خاصا يحصل فيه ديك رومي محظوظ على عفو رئاسي ولا تشعر بأجواء عيد الشكر في الولايات المتحدة إلا عندما تشاهد هذه الصور لرئيس البلاد وهو ينقذ ديكين روميين من سكاكين العيد بازلا وجزر ليس وصفة لطبخة بالديك الرومي بل اسمي الديكين المحظوظين الذين نال عفو هذه السنة ولن يصبح وجبة على طاولة عيد الشكر سأصدر عفو رئاسيا عن بازلا وجزر لكن يوسفني أنني لا أستطيع أن أضمن أن المحاكم لن تلغي هذا العفو تقليد سنوي يعتز الرؤساء الأمريكيون المتعاقبون منذ الرئيس الأسبق أبرهام لينكلن على إحيائه كل عام كفسحة ترفيهية تبعدهم للحظات نادرة عن متاعب السياسة والقرارات الجادة بعيدا عن حمى التسوق وتنزيلات الأسعار ودسم الديك الرومي السمين يعتبر عيد الشكر مناسبة يجد فيها الأمريكيون بمختلف دياناتهم الدفء الأسري الذي يدشن فترة أعياد نهاية السنة البهيجة هيشام بورارا الحرة البيت الأبيض في نهاية النشر تذكير بالعنوين على وقع تجدد المعارك في مدينة الخديدة غريفث يصل للعاصمة صنعاء لدفع جهود استئناف محادثات السلام مجلس الأمن الدولي يبحث اليوم سلاح حزب الله أسابيع بعد اتهام جوترس الحزب بأنه قادر على جر لبنان إلى الحرب العمال في الأحواز يستمرون بالاحتجاجات ضد سياسات النظام الإيراني وتأخير سداد مستحقاتهم هذه الأخبار وغيرها يمكنكم متابعتها عبر موقعنا على الإنترنت كما يمكنكم التواصل معنا عبر سطحتنا على فيسبوك تويتر وكذلك يوتيوب إلى اللقاء اشتركوا في القناة